على النهامة من الجمهور أستقيل من بكرة أما فيما يخص ردود الفعل على الفساد فبإمكانك أقدر أجيبك أحصائية من استلمت لحد الآن من الدار القانونية كم فاسد وراء القطبان أما إذا أكو تأخير على المواطن أو تعامل مع المواطن تعامل آني بابي مفتوحة وإذا شخص بتجزوه من هذا المنبر وهذا المقام وشفتي ردود أفعالي باستحياء أنا من نسبة لأمام الأنهامة من الجمهور أستقيل من بكرة ما أبقى ولا لحظة إذا أتهوني وفاسد مراكز الشرطة اللي دي يكون بها الابتزاز المواطنين دي يدفعون مبالغ حتى يعني يكملونهم معاملاتهم يعني وضعتوا لحد هذا دائما أنت جنابك يعني متواصل مع مراكز الشرطة ومو انقطع عنهم نعم أنت تعرفين نعم أهل مسألة إذن الخلل تم وضع الخلل المواطن يطلب من رجل الشرطة أو ضابط الشرطة وإي منتسب بابنا مفتوحة من هذا المنبر باب مفتوحة ليس يطرق الباب عليه أحنا باب مفتوحة يخبرنا وإذا شاف فاق ردود فعل أو ماكو إجراء رسمي رادع لهذا الموضوع أنا بالنسبة لي أعتبر نفسي بالنسبة لي يعني أعتبر كفة خلل معين خلل يعني إذا ما شاف رد الفعل رد الفعل رادع وأنا أدور حقيقة أنا أبحث عن كل إنسان فاسد على مدردعة أنا بأولوياتي البحث عن الفاسد أنا مهمتي ردع الفاسد لو أول ما كان ما كان فاسد ضمن وكالتي ضمن وكالتي فاسد ضمن عملية ضمن نطاق عملية إذا ما ردعته أنا بالنسبة لي أستقيل ومع العلم أنه دولة رئيس الجراء المحترام والسيد وزير الداخلية هذا الموضوع من أولوياتهم هذا الشيء المقزز والمنثر هذا الموضوع المعطل لعمل الدولة هو الفساد أنا لو أكشف فيه الجريمة يومية وأكون فاسد ما أرثح من أولوياتي ضرب فاسد حقيقة هذا شعر أنا رافع هذا مو موضوع مهما كان منصبة هذا مو موضوع استهلاك إعلامي أنا شيء في هذا الشكل أنا عملي هذا أنا سلوكي هذا ما أفرح إذا جريمة فارحني كشف الجريمة وأنه أنتصف المواطن وأرجع لحقه من المجرب بس أنا ضل قلق جدا أعتبرها مو إنجاز بقدر موضوع بالفاسد هو الإنجاز